الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فعن فضل صورة الجمعة صورة الجمعة هي صورة مدنية وهي من المفصل آياتها 11 آية وترتيبها في القرآن الكريم هي الصورة الثانية والستون وهي في الجزء الثامن والعشرين وهي من الصور المسبحات والصور المسبحات هي الصور التي تبدأ بالتسبيح سبع صور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغامن والإسراء والأهلاء صورة الإسراء قال الله عز وجل في مطلعها سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وصورة الحديد قال الله عز وجل في أولها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وصورة الحشر قال الله تبارك وتعالى في أولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وصورة الصف قال الله عز وجل في أولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وصورة التغاب قال الله عز وجل في أولها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصورة الأعلى قال الله تبارك وتعالى في أولها سبح اسم ربك الأعلى وصورة الجمعة التي قال الله عز وجل في مطلعها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين يعني كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين وصورة الجمعة هي من المفصل التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل بها القرآن عن سائر الكتب فعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت بالمفصل أي أن الله عز وجل فضل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بالمفصل وكذلك فضل الله عز وجل القرآن الكريم عن سائر الكتب بالمفصل والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألبانين قال النبي صلى الله عليه وسلم